اشتركوا في القناة لان انا لو جسمي شكله حلو وممشوق وبحاسة ان انا مفيش اي حاجة ممكن كسفاني او عايز اخبيها في جسمي هقدر بشكل كبير جدا ان الروحي تكون حلوة حالتي نفسية تكون احلى بتعامل بينما عن الناس بثقة كبيرة جدا جدا لان اصبحت السمنة الان بتسبب لنا مشاكل اجتماعية وصحية ونفسية كبيرة اوه احنا هدفنا من خلال فقرتنا الطبية مع الرشاقة والجمال ومع دكتور مصعب ان احنا نوصل للهدف المنشود بالنسبة لكو هو الوزن النسالي واللي شكلك فيه بقى حلو وراضي انت عن نفسك فيه علشان صحتك وعلشان كمان نفسيتك اسمحونا نرحب بضفنا ان امنورنا النهاردة دكتور مصعب ربيع استشاري العلاج الطبيعي واذابة الدهون مدرس بكلية العلاج الطبيعي جامعة 6 اكتوبر وعضو الجامعية المصرية الطبية لدراسة السمنة كزاك يا دكتور منورنا كل سنة وحدك طيب وغيب تعينا فترة باسترجعنا ان شاء الله لكل متابعين لان هما بيستنوا فقرة يوم اتنين وحدك دايما اهلا بيك واهلا وسهلا باستاذ المشاهدين كلنا لان هما بيعتبروا وانا نفسي بعتبر ان انا مش بتكلم مع دكتور احنا بنتكلم في درداشة عام ازاي نحافظ على صاحبنا ويكون لينا لايف ستايل دايما بتأكد عليه مش اننا نمشي على رضاية فترة وبطره لا يكون دا نظام حياتي دايما بعد دي نظام حياتي كامل متكامل عشان نقدر نوصل للوزن اللي احنا عايزينه واهم حاجة نقدر نسبت عليه بعد دي لان الموضوع مش وصول للوزن وخلاص عشان كده زي ما انت قلت في المقدمة الموضوع مش موضوع وزن مثالي الموضوع موضوع شكل جسم متناسق الدهون متوزعة فيه بطريقة متساوية خلاص واقدر احافظ على الشكل ده والفترة طويلة تمام فيه ناس كتير بتعاني فعلا بسبب الوزن الزايد بالمشاكل النفسية وصحية وعصبية كمان لانها بتكون متوترة دايما بالنسبة للرجل او السيدة ما بيقدرواش لمعرص حياتهم الطبيعية بشكل سيء بزبط بوسي مشكلة السمن هي بتأثر على الحياة الاسرية والحياة الاجتماعية والحياة الصحية والحياة النفسية وكل المشاكل ديت بتأثر عليها مشكلة السمن عشان كده لما نيجي نعالج المشكلة ديت لازم نتناول الموضوع بطريقة طبية سليمة صح ولازم ناخد الموضوع ان احنا محتاجين نوصل لوزن كويس ونثبت عليه فاحنا مش مستعجليين احنا هنحل المشكلة هادية جدا جدا مستمرة تقدر تخليني اوصل للوزن واثبت عليها اهم حاجة لازم ابعد عن الشائعات والاوهام والحاجات اللي بيتم الترويج ليها من جميع بقى الطرق والوسائل اللي هما بيلعبوا فيها على حتة ان هما عايزين يوصلوك للحلم اللي انت عايزه الشخص تخلين بيستغلوا احساسك بالاحتياج ان انت توصل للشكل السليم وباحساسك ان انت محتاج ان انت توصل للحلم دوت فبيعودوا يلعبوا بقى على منتجات وهمية كلها خس 15 كيلو في اسبوعين خس مش عارف ايه كل الحاجات دي حاجات وهمية نبعد عنها يبقى ناخد الموضوع بطريقة علمية ندي نفسنا وقت سليم نقدر نعالج فيه مشكلة نبعد عن المشاكل والحاجات الوهمية ديت الحاجات الوهمية ديت ونبقى عارفين ان عملية التكرار والنزول والطلوع والنزول والطلوع واللجوء للطرق غير علمية يؤدي الى فشل فالشخص نفسيا بيتأثر واسريا بيتأثر وصحيا بيتأثر مشكلة السمنة ديت بتيجي من نتيجة حاجة من الاتنين يا شخص بياكل اكل كتير او بياكل في عداد غذائية غلط او بطريقة الطبخ نفسها طريقة مش مزبوطة يبقى يا كمية يا نوعية يا عادات حاجة تانية بتؤدي الى السمنة مشكلة صحية بتؤدي الى زيادة في الوزن عشان كده لما انا يبقى عندي مشكلة زيادة في الوزنة لازم اروح لدكتور نكشف عند الدكتور دوت يكون الدكتور متخصص في الحتة دي هنعمل تقييم لحالة الجسم نشوف الوزن والدهون والعضلات والسوايا وحدك اكيد بتطلب بعض التحليل اللازمة كمان منبص على معدل الحال لما ببص على معدل الحرق في معدل الحرق معدل الحرق لما بيقل معنى ان في مشكلة المشكلة دي تمكن تكون نتيجة زيادة الدهون اللي موجودة في الجسم لان في تناسب عكسي بين معدل الحرق وزيادة الدهون كلما زيادة الدهون تزيد معدل الحرق يقل نبدأ نشوف نحل هل احنا محتاجين نعمل تحليل ولا لا ونمشي الموضوع بصورة تدريجية جدا علمية المشكلة هتتحل جدا 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 يعني احنا دلوقتي نقدر نخس بدون عمليات والتدخل الجراحي؟ طبعا أكيد ده الأصل يعني الأصل أن الواحد يخس من غير عمليات جراحية ده طبيعي ومعانا حالة عايزين نشوفها كتل المركز وخس 49 كيلو من غير أي عمليات جراحية ولا بلونة ولا أي حاجة خلص من الحاجات دي بالالتزام بالنظام الغذائي الصحي المتوازن وجلسات تفتيت الدهور خليني نشوف التقرير فعلا هنتبع حالا يا دكتور تقرير عن حالة أستاذ محمد شعلان هو نزل في الوزن حوالي 49 كيلو تقريبا في عدد شهور قليلة وهو بيشعر يمكن اللفت نظرنا في التقرير بتاعه أنه بيرون وحاس أنه تبدل بقى إنسان تاني وده من غير عمليات ولكن هو بأكل صحي سليم ونظام الغذائي صحي سليم تعالوا نشوف التقرير ونرجع مرة تانية نعلق عليه ونشرح تفاصيل أكتر عن النظام الغذائي مع دكتور مصعب ربيع مرحبا أتحدث أن أتحدث عن تجربة الشخصية مع المركز الفرما بداية أنا كنت أصلا بعاني من عدة مشاكل كثيرة جداً الزمان مشاكل الصحية مشاكل في خشونة الرجبة مشاكل في واجع الظهر مشكلتي كان مع الضغط العالي مع بداية السكر طبعاً كنا جري المشاكل أصلاً الاجتماعية اللي بتقابلني في اختيار اللبس اختيار المقاسات حتة أن الشخص بيبقى مزنوط دايماً في موديلات معينة وأشكال معينة من اللبس محلات معينة هي اللي بيبليك حق الإختيار فيها كان فيه حاجات كتيرة بالشكل دوت جداً كنت الواحد بيشوفها ما كانش بيقدر يتعامل معها ابتلت بعد كده أحس أن الموضوع مختلف يعني حاولت أعمل كذا تجربة قبل كده حاولت في مرة أن أعمل تجربة بالإبرة الصينية بس مع ربنا ما وفقنيش فيها وفشلت يعني كنت شبه هاي أسمنها بعد كده اتعرفت على الدكتور مصعب بجئة المركز مركز القرمة للعلاج الطبيعي اتعاملت مع الدكتور مصعب في الأول بصراحة الواحد كان متخوف جداً من الحاجات اللي كان بيسمعها عند كترة الرجيم الضيط أن بيبقى فيه نوع من النوع الحرمان أو فيه نوع من العصبية فيه الموضوع بيبقى أوبر شوية في التكلفة المادية بتاعته لكن مع الوقت بصراحة يعني هو من أول جلسة كان الموضوع بالنسبة له أنا حسيت أن أنا قاعد مع دكتور نفسي أكتر من أني قاعد مع حد متخصص في ضايد أو كده لأنه هو استوعب الموضوع بصراحة أعلي دردش معي الموضوع كله كان يعرف إحنا حسيت أن إحنا عادين شبه اتنين صحابي يعني عادين بندردش مع بعض نفسياً اجتماعياً شكل الناس حولين منك إيه اللبس اختيراتك إيه اللي خلاك دفعك إنك تبتلي تيجي تعمل ضايد ابتدنا بعد كده طريقة العلاج كان هو مركز في كذا محور منهم وهو بيتعامل معايا كان طبعاً إسلوب الضايد المشكلة أننا فوقعت أن بعد كده إسلوب الضايد الموضوع مختلف جداً هو مش بيركز خالص لا على حرمان ولا على مشكلة في أي حاجة هي الموضوع كله كان التركيز على تنظيم الموعيد والنوعيات بتاعت الأكل بعد كده طبعاً اتجهنا للجلسات لعلاج الشكل والطراحولات اللي في الجسم كان فيه أجهزة بتاعت تفتيت الدهون أجهزة شد الجلد والتقوية العضلات ابتدنا بعد كده في المفروض أخذنا الوقت بتاعنا الطويل بتاعنا بنعمل الجلسات المتابعة الأسبوعية أساساً وإحنا من المتابعة كان المفروض أن الجلسات المتابعة ما كنت باجي كل أسبوع كان بيقعد يتكلم معايا نفسياً بيقعد نشوف ظروف الناس كانت إيه وجهة النظر تغيرات الناس اللي حولين مني رأيهم في شخصي إحساسي باللبس بالحركة كلام الناس معايا طبيعة الشغل طبعاً أصلاً عندي كانت مخوفان جداً أنه ممكن ما يكونش عندي وقت أنه أمارس رياضة أو أنه أتحرك أو يبقى فيه أي نوع من أنواع التمارين الرياضية لما استمررت معاه في الوقت أكتشفت الموضوع أسهل مما أنا كنت متخوف أساساً الموضوع طالع عليه إشارات كتير جداً هو التعامل مع الدكتور مصعد بصراحة وضحني أنه فيه حاجات كتيرة أسهل جداً من اللي إحنا كنا بنتعامل من الواحد بيسمعها الجلسات أنا كنت باجي المتابعة الأسبوعية كنا بخش بتابع الوزن بنحدد نظام الضيط اللي همشى عليه الأسبوع اللي بعده كنا بخش الجلسات بتاعتي اللي هي على الجهزة المختلفة كانت بتاخد تقريباً حوالي ساعتين مني إحنا كنا بنحدد النظام الضيط وكنا بنقعد نتكلم لو فيه مشاكل فيه دوخة فيه زغلالة أنا الحمد لله رب العالمين طبعاً طول ما أنا ملتزم بالنظام اللي هو كان حط الدكتور مصعب مصادفش ولا مرة أنه حصلت ولا دوخة ولا زغلالة ولا اصداع ولا فيه أي حاجة مشاكل صحية حصلت معنا وإحنا ماشينا أو كده استمرنا على كده تقريباً أنا دلوقتي تقريباً أول ما جيت أنا أتذكر أنه كان وزني مية وخمسين كيلو وتلتمية جرام بالضبط النهاردة أنا أتكلم في وزن حوالي مية وواحد ونص حوالي تمانية ونص أو تسعة ونص طبعاً الرقم كبير بس يعني أنا حسيت أن الدكتور مصعباً معي خدمة أن أنا روحي خرجت ودخلها في كيان جديد فأنا حسس أن فيه حياة مختلفة تماماً أنا عايشها من ناحية الحركة الاسلوب الثقة في النفس الناس اللي حوالين مني اللي معاشراني اللي في الشجل اللي في البيت اختيارك للبسك الخيارات اللي بات متاحة قدامك أساساً صفتك في نفسك في الحركة فالموضوع كله اختلف ورجعنا مرة تانية مع دكتور مصعب ربيع وبصراحة أنا شفت الحالة أنا مش مصدقة أنه هو نزل في الوزن ده لا بصي الإصرار والالتزام والاستمرارية والنفس الطويل في تمن شهور عملنا نتيجة ما كانش هو يتوقحها خالص خالص ولا أي حد من المحاطين بي يتوقحها جداً الموضوع سهل وبسيط بس محتاج شوية حاجات نتناول الموضوع بطريقة طبية سليمة يبقى في نوع من أنواع الاستمرارية أنا بحب في قعدة اللي في الأول ده تشرح للشخص إحنا بنعمل إيه؟ أنا بحس إن حضرتك بتتعامل يعني هو أكد على ده كمان إن حضرتك بتعامل معك كعلاج نفسي يعني في البداية لأنه بتحس إنه فيه مشكلة نفسية عنده في الأساس فهو عشان كده قدر يجيلك هو فقد الأمل فشل في محاولات كتيرة جداً 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 هنقول إن هو حد صغير علشان كده الحرق الزيادة لأن ده مبررات كتيرة بتتقال وصل إن هو فقد الأمل في عملية إنقاص الوزن محمد من الناس اللي هو من الطفولة هو وزنه زيادة يعني فيه مراحل وحنا مر فرح فطت المراقة والشباب وكله هو وزنه زيادة وزنه زيادة على طول النهاردة بيقولي أنا عمري في حياتي ما وصلت للشكل دوت اللي أنا فيه ما وصلش للشكل ده قبل كده فهو فاقد للأمل حصلت له مشاكل صحية كتيرة جداً 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 منذ الطفولة هو وزنه زيادة التزم كسرنا كل الخرافات اللي موجودة أنا مش هخص أنا معدل حرق قليل أنا عندي سنة ورسية أنا من ساعة منت ولدته أنا كنت عندي زيادة أنا جينات أنا عندي مشاكل في الهدد كل الخرافات ديك الحالة ديك أقدر قسرت كل الحاجات ديك بس بقى المفتاح الالتزام الحرفي بنظام الدايت الالتزام الحرفي بأجهزة تفتيت الدون وشد الجلد عشان ما نخص الشيسعة واربعين كيلو ونلاقي نفسنا نحن دخلنا في تراهولات شديدة جداً 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 الأعداء اللي في الأول دي لازم الشخص اللي بيخص لازم يفهم خلاص انتهت علاقة إن أنا أجي أدي للشخص ورقة دايت وماشي وخلاص خلاص لازم شخص بخام حلت إيه من حد صاحبي أو حد زميلي في الشغل وأقول أنا همشي عليها لا بكل جسم ولسا مكملين معاه وهينزل وهيوصل لحد التسعين كيلو وإن شاء الله بإذن الله وحصور معاه تقرير تاني عشان يكون موجود معنا عشان يحكي لنا إيه الدوافع النفسية اللي دفعته لكده يعني إحنا اللي شايفينه إنه هو مشاكل صحية كتير جداً 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 كلما يروح لدكتور يقوله لازم تخس لازم تخس محبط حاول مرات كتيرة قبل كده فقد الأمل نفسياً ده بيتأثر بالسل أكيد بس الأمل موجود والتوجه السليم فيه مراطق يمكن حدارك بنتكلم عنها أنا شفت عنده بعض المراطق برضو الأرداف والبطن ودي بتبقى محتاجة هل الضيط لوحده بيقدر يؤثر عليها ولا بتبقى محتاجة برضو تدخل الأجهزة هو التقييم الأولاني دوت إن أنا أشوف كمية الدهون قد إيه وتوزحها في الجسم قد إيه لو فيه مكان فيه دهون متكدسة لازم أبدأ من أول يوم أشتغل بأجهزة تفتيت الدهون مع العلم إن أنا لازم أبقى عارف إن أجهزة تفتيت الدهون ديك مش سحر مش في يوم وليلة محتاجة برضو وقت عشان أوصل لنتيجة كويسة فبنقدر نعمل برنامج نشكل برنامج يتناسب مع الشخص من ظروفه المالية يتناسب مع الشخص من كمية الدهون اللي موجودة عنده على أساس بشتغل بجميع التقنيات اللي موجودة لتفتيت الدهون لأن هي المكان الواحد بتبقى فيه دهون سهلة التفتيت وبتبقى فيه دهون بنية وبتبقى فيه دهون متليفة التقنيات عشان نوصل للنتيجة اللي احنا عايزينا عشان ما تحصلش مشكلة إن أنا لو فيه مكان فيه دهون متكدسة ومشيت بنظام دايت بس فهتلاقي الجسم كله خص معادل مكان دوت ففي حقيقة الأمر هتلاقيه بيخص على الميزان ونفسيا بيتدايق لأن المنطقة اللي فيها دهون متكدسة بيكبرت لأن اللي حواليها خص أكتر فبانت أكتر فتدفوه بان أكتر عشان كده أنا ما عنديش حاجة اسمها وزن مثالي أنا يوم لما أوصل إن جميع أجزاء الجسم متنسبة مع بعض نقدر إن احنا نقول هو دوة الوزن المثالي يوم لما الراجل أو الست يقدر يخش المحل يشتري الهدوم اللي هو عايزها يلاقي مقاسه يلبسها ما يلاقيش فيه دفوه خالص فيها أقول له اطلع على الميزان بص على الرقم دوة بغوة الرقم المثالي بتاعك وعشان أوصل لكده لازم أكون ماشي بمحورين أساسيا نظام غذائي صحي متوازن بجانب أجهزة تفتيت الدهون في الأماكن المتكدس فيها الدور وفيه فرق كبير جدا جدا بين إن أنا بخس وفيه فرق بين إن أنا بضعف صحيتي بتبقى عندي نقصة حديد بقى بنتيجة الدايت الفرق بينه من أنا لازم أكون ماشي بدايت وشحوف الوجه حاجات كتيرة جدا لازم أكون ماشي بدايت متوازن صحيبة دخل الجسم الجميع المكونات اللي هو محتاجة طيب ده سؤال مهم بالنسبة لي لأن فيه ناس كتير بتبقى مثلا يعني والستاذ محمد كان عنده كلوات كتيرة جدا محتاج ينزل فيها وقدر ينزلها بس فيه ناس بتبقى بقى مثلا عشر أو خمستاشر كيلو ومش عارفين ننزلوهم ده السبب وإيه يعني السبب وإيه ده سبب بعدم التزام بالدايت خلينا متفقين مش الجسم هو اللي بيبقى بيعني سدقيني ما نقولتلك عند محمد هو تخين من طفولته وكل ناس بكل ناس بقول له ده عنده مشاكل وراثية ده عنده مشاكل في الغدد ده هيفضل تخين على طول يروح للدكتور يقول له أنا حاولت معرفة الشخص الالتزام الحرفي وتناول الموضوع بطريقة سليمة وطول ما احنا على قيد الحياة وفي نفس داخل ونفس خارج احنا بناكل طول ما احنا بناكل لازم أعرف أنا باكل إيه نوعية الأكل دوت إيه والدايت مش حرمان كميات أكل بنلعب على كميات الأكل أكتر من نوعيات الأكل وهي مراحل أول مرحلة ممكن أدخلك شوية نوعيات أكل بايخة بالنسبالك ثاني مرحلة خلاص انت بتكون اتعودتي على كميات أكل قليلة فكل اللي انت عايزة بكميات أكل قليلة ثالث مرحلة خلاص ان احنا بنسبت على الوزن اللي احنا عايزين فهي منظومة كاملة لازم نتناولها ونعدي على جميع المراحل بتاعتها وما فيش حاجة اسمها شخص مش بيخس فعلا ما فيش حاجة اسمها شخص مش بيخس نلغي الجملة دي من الكتيب الخاص لأي حد بيعاني من سبني ان انا ما بيخسش بالضبط بس لازم اروح للمتخصص لأن ممكن يكون عندي مشكلة طبية نعالج المشكلة الطبية ديت الأول هنخس على طول طول ما انا مش معالج المشكلة الطبية ديت خلاص وعمال باصص على الموضوع من ناحية الأكل بس انا مش اخيص لو انا روحت للدكتور أسبوع وما روحت لهش تاني وما تبعتش معاه تاني بس لما باستمر معاه فترة طويلة طب الحالة اللي بتجي لكم فاجأة بتلاقي نفسها ما نزلتش في الأسبوع ده هل بتفقد الأمل ولا حديك بتحاول تشجحها زي نها تستمر ده لأ ما هو عشان كده احنا من الأول بنشتغل على حتة الميزان والشكل فهي لو ما جابتش نتيجة في الميزان قوية هتكون جابت نتيجة في الشكل فالتنين بيأثروا وبكون انا متفق مع الحالة في الأول عشان حدت ان الحالة تكون حدت توقعات عالية وتتصدم بالواقع هي دي المشكلة بنبقى رسمين بلان واقعي واضح وصريح قدام أي مريض حدك بتوضح له كل السبل والطرق اللي هيستخدمها خلال فترة انزال الوزن علشان ما يبقاش عنده أي مشكلة وبيكمان يتقوي الإرادة عنده بالنسبة لحالة محمد اعتقد انها قوية إرادة معظم الناس بيشتابعونا وبيعانوا من سمنة يعني 150 كون في حالات تانية برضو أكتر من كده كمان هنأعرض ان شاء الله تكون معنا دايما بشكرك نورتنا شكرا جزيلا دكتور مصعب ربيع استشاري علاج الطبيعة وإذابة الدون مدرس بكلية العلاج الطبيعة جامعة 6 أكتوبر وعضو الجماعية المصرية الطبية لدراسة السمنة شكرا جزيلا نورتنا مفيش حاجة اسمها مستحيل بالإرادة والعزيمة نقدر نحق كل حاجة نفسنا فيها إن شاء الله نلقاكم غدا وطبيب اليوم أراكم على خير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة